السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب الصف الرابع الابتدائي النهاردة مع موقع مصر بالنسبة للعالم الجزء التاني ونتقابل بعض الفاصل نجح نركب بعض الفاصل على زيادة المشاهدين لو انت لسه اول مرة تشارفنا في القناة بتشارك تدعمنا باللايك والشير وسبسكرايب وشافروا الجرس الاحتي ده المهم النهاردة مع موقع مصر بالنسبة للعالم الجزء التاني لو انت تفرجش على جزء الاول هتزارك في القناة اللي فوق واللينك في ديسكريبشن ويحتفرج عليه اعمالي لايك وتعالى نكمل تاني وصلنا مع بعض المرة اللي فاتت ان موقع مصر من شمالها البحر المتوسط من جنوبها السودان من الشرق البحر الاحمر ومن الغرب دولة ليبيا استقل بقى هنا موقع مصر ده مهم ليه بما تفسر اهمية موقع مصر صلوا على النبي حبايب عزيزي السلام لو جاء لك قال لك بما تفسر دي يعني كلمة ليه بما تفسر دي يعني ليه موقع مصر المهمة بما usted تفسر يعني ليه فاقول لك بما تفسر اهمية موقع مصر يعني ليه موقع مصر مهمة هتردد حاجات اول حاجة ان مصر قلب العالم القديم يعني قلب العلم لو بصنا هنا دول العالم القديم مجموعة الدول اللي بتكلم عربي Da Franheim هما 22 دولة في العالم كل يسمونهم الوطن العربي مصر آخرين في الوطن العربي وسط الوطن العربي بقض مصر قلبي العالم القديم قلبي الوطن العربي مصر قلبي العالم مصق ISL القديم قلبي الوطن العربي المل��부� ملتقى اسيا وافريقيا ملتقى اسيا وافريقيا همعارفين ان مصر شمال شرق كارة افريقيا فمصر كده في كرة افريقيا شايف الحتة دي النص ده كده في كرة اسيا احلف بالله والله العظيم النص ده كده في كرة اسيا وطبع مصر ففعلا اه اه المنطقة دي لا شي بيجزيل السيناء بجد والله اه والله فعشان كده مصر الدولة الوحيدة اللي في العالم تلاقي فيها كرة اسيا دخلة في افريقيا اسيا دخلت في افريقيا عشان كده بقول لك منطقة منطقة يعني الكرتين داخلين في بعض يبقى تاني لموقع مصر مهم ان مصر قلب العالم القديم مصر قلب العالم القديم قلب الوطن العربي قلب الوطن الايه العربي منطقة كرة اسيا وافريقيا منطقة كرة اسيا وافريقيا تاني لموقع مصر مهم ان مصر قلب العالم القديم قلب الوطن العربي منطقة اسيا وافريقيا منطقة اسيا وافريقيا ناس كتير جدا تتكلموا عن اهمية موقع مصر وخصوصا العالم جمال حمدان العالم جمال حمدان اتكلم برضو عن اهمية موقع مصر يقولك ان موقع مصر مهم جدا طريقة اخرى يعني انا ممكن اركب سفينة في البحر العمار وارح للسعودية اه عادي ممكن اركب سفينة في البحر متوسط ومشي في العلم ممكن انزل تحت روح السودان ممكن اروح غرب نحية ليبيا فمصر متصلة بالعالم كله مصر مش لوحدها لا مصر دولة متصلة بالعالم ورقمتين بقى اهم حاجة يقولك ايه مصر معبرا تجارية ايه يعني مصر متصلة بالعالم وجرانها وعرفناها يعني مصر مش لوحدها بتمكن ازور اي دولة ايه بقى حيطة معبر تجاري كلمة معبر يعني طريق يعني مصر طريق تجاري ايوة يعني مصر طريق تجاري مش فهم افهم ركز معي صلوا على مصر تجاري هنا دي مصر هنا قارة اسيا هنا قارة اوروبا قارة اسيا لو عايزة تعمل تجارة يعني تبيع وتشتري مع قارة اوروبا لازم يعدوا على مصر لازم يعني اسيا لو هستعد تجار مع اوروبا هتعدى على مصر اوروبا عايز تجار مع اسيا هتعدى على مصر فمصر عاملين بص زي الطريق اللي هم لازم يعدوا عليه مصر عاملوا زي الطريق اللي هم بيعدوا عليه عشان يروحوا يتجروا يعملوا ما عايزينه فمصر بندلهم طريق تجاري مصر بالنسبة لهم ايه طريق تجاري وده برضه بيخلى مصر مهمة بجد والله مصر طريق تجاري تمام فماشي يعني عارف بالزبط مثل تاني عارف الرست وانت بتسافر مثلا اي بلد مش بقى فيه رست بتوع تستنى فيه اه مصر بالنسبة لأسيا وأوروبا الرست اللي هم كانوا بيستنوا فيه عشان ينقلوا التجارة بتاعتهم تمام طب بتعدي ازاي بقى افهمك طريق تجاري القديم كلمة قديم دي يعني قبل حفر قناة السويس قبل ما نحفر قناة السويس كانوا بيعدوا ازاي بص يا باشا كانت البضاعة بتجي من الأسيا تخش على البحر اللحمر من البحر اللحمر بتعدي المنطقة السويس منطقة السويس مش قناة السويس منطقة يعني ما كناش تحفرنا القناة بعد كده بينزلوها من المركبة وارض بينقلوها من الارض لنهر النيل بعد كده من نهر النيل للبحر المتوسط البحر المتوسط لقرة اوروبا ده الطريق بيعدوا زمان ينهرب ينط ده كان عذاب اه كان بيضيع وقت وفلوس وجهد لأ كان طريقة عذاب عذاب هلو ممشوا ازاي تاني من قرة اسية للبحر الاحمر من البحر الاحمر لمنطقة السويس من المنطقة للأرض من الأرض لنهر النيل من نهر النيل للبحر متوسط بحر من قرة اسية للقرة اوروبا تاني الطريق الادم بيعده ازاي? من قرة اسيا للبحر الاحمر. من البحر الاحمر لمنطقة السويس. بقى كيف نزله عالارض مراكة بمشه للنهر. النيل. بقى كيف نهر النيل للبحر باتوصل بقى كرة اوروبا. طب الطريق ده لو بياخد وقت وجهد ده كان بالنسبة لهم ايه? كان بالنسبة لهم زمان كان طريق سهل. ايه? سهل? طريق سهل? اه يعني كان فيه اصعب? اهو كان فيه اصعب منه. ايه الطريق الاصعب? بص هنجيب الطريق ده هنا ده الطريق القديم اللي كان يبقى يهه الطريقي الصعب بص طريق ده اسمه رقص الرجاء الصالح بص الطريق عم بص عمل ازاي اسمه طريق رقص الرجاء ازاي بص بيلف حاوليون تقرط افريقيا كلها حسنا نحن اصيرت تخيل اسمه طريق رقص رجاء الصالح ده 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 العذاب ده بجد العذاب فبالنسبان نوم الطريق ده كان اسهل شوية من الطريق ده اه كان اسهل سيكة يعني. اه يعني ممكن يعد فيه. وقت وجه ده بس يعد فيه. تمام? ما راجع سريعة كده عشان مطلوش من بعض. موقع مصر المهم ليه? قلب العالم القديم. قلب الوطن العربي. ملتقى اسيا وافريقيا. دينا تمام? الدنيا تمام. طب ناس كتير كلمت على الموقع ده وخصصا لعالم جمال حمدان. ماشي. طب طريق التجارة القديم عامل ازاي? طريق التجارة القديم كانوا من قارة اسيا للبحر متوسط. البحر متوسط لمنطقة السويس. منطقة السويس بين الى الارض. من الارض للنهر. النيل. من النيل البحر متوسط. بعد كده قررت اوروبا. طريق ده كان اسم طريق ايه? رأس رجاء الصالح. طريق صعب كان اسمه رأس رجاء الصالح. ولكن خلينا متأكدين ان الطريقين صعبين. اللي نعود اهد من هنا الهنا 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 ده صعب. ورأس رجاء الصلاح صعب. عشان كده باشا سنة الف تبنمات ساعة سيدان اللي حصل. تم حفر قناة السويس. حفرنا قناة السويس لربط البحر الاحمر بالبحر المتواصل. القناة دي كانت بالنسبة لهم مصلح حلو قوي واهم حاجة. ليه? ما النتائج المترتبة لها حفر قناة السويس. ركز. ما النتائج? يعني ايه اللي حصل بعد? ايه اللي حصل بعد? يعني بقول لك ما النتائج? حفر قناة السويس. يعني احنا حفرناها. ايه اللي حصل بعدها? ايه اللي حصل بعدها? حفر قناة السويس يا باشا. اول حاجة قللت الوقت والجهد في الطريق القديم تقلل فقللت الوقت طب دي اول شي رحمة اتان ربط البحر الاحمر بالبحر رخم تانة ربط كرة اسيا بالبحر والدنيا من الناس معادي يعد بص بأن اسيا في البحر الاحمر للقناة وسط اوروبا على طول. فبنسبة لها بقت مصلحة. يبقى تاني الطريق بعد حفر انسوس. ايه اللي حصل فيه? اول حاجة قللت الوقت. والجهد قللت الوقت. والجهد ربطت البحر الاحمر بالبحر المتوسط. ربطت البحر الاحمر بالبحر المتوسط. ربطت كارة اسيا بكارة اوروبا. تاني من الاول مع بعض. يبقى موقع مصر المهمة ليه? قلب العلم الاديم. قلب الوطن العرض. متاقة اسيا وافريقيا. الناس كتير تكلموا عنه خصوصا للعالم جمال حمدان. طيب ماشي دي نزل فول. طب طريق التجارة القديم كان عبارة عن اين? كان عبارة عن من كرة اسيا للبحر الاحمر. بحل الحمر لمنطقة السويس. بعد كده بيقنلوها على الارض. من الارض لنه. النيل. من النيل للبحر المتوسط. ثم لكرة اوروبا. الطريق ده كانت اسهل بالنسبة لطريق اسم وراء سراجاء الصالح. فعش كده برضو الطريق كانوا صعبين وطوال عملنا قناط السويس القديمة سال 1869. دي اول حاجة قللة الوقت. القللة الوقت. والجهد ربطت البحر الاحمر بالبحر. المتوسط ربطت البحر الاحمر بالبحر. المتوسط ربطت كرة اسيا بكرة اوروبا. تمام او كده? تمام او كده. هنتكلم بقى عن المشكلة اللي وجهت قناط السويس. ايه هي? لو تفتكر في درس hunt sois معايا اللي هزعل لك انا ده ان احنا قلنا ان часто سويس القديمة كان مشكلة لها طريق واحد? طريق واحد رايح جاي طيئة واحد بس. ت где بتبقى زحمة. علشان كدة عملنا ايه? قناة السويس الجديدة سنة الفانو وخمستاشر. طب ما نتائج بقى بBeộcقى القناة السويس الجديدة. ما النتائج من ترتيب على حفر القناة السويس الجديدة. لما حفرنا القناة الجديدة الا حصلت. دلوقتي القناة القديمة كان الطريق بيبقاه مختصر وكل حاجة بس كان ياخده وقت برضو. كان يبقى ياخده عشرين ساعة. الستفينة كان بتاخد عشرين ساعة عشان تعدي في قناة السويس. بسبب قناة السويس الجديدة بقت سامنة بتاخد حداشر ساعة. فقللت الوقت من عشرين ساعة لحداشر ساعة. يبقى قناة السويس الجديدة عملت اول حاجة عملتها. قللت الوقت من عشرين ساعة لحداشر ساعة. طيب دي اول حاجة عملتها. تاني حاجة عملتها بيعدي فيها سفن كبيرة الحجم. ما ممكن تعدي سفن كبيرة من غير ما تغبط في بعضها بسبب القناة القديمة قد طريق. دي بقى الطريقين. فممكن تعدي سفن كبيرة الحجم. رقم تالتة بيعدي سفن في الاتجاهين. بيبقى فيه طريق رايح وبيبقى فيه طريق جاي. تنم? يبقى لك كزا الله يبارك لك. قناة سفن القديمة وقناة سفن الجديدة. القديمة هي قليلة الوقت والجهد. ربطة البحر الاحمر بالبحر المتوسط. ربطة كارت اسيا بكارت اوروبا. طب الجديدة بقى عمل دي قناة سفن الجديدة قليلة الوقت. من عشرين ساعة لحضاشر ساعة. بتعدي سفن كبيرة الحجم. بتعدي سفن فيه الاتجاهين. اخر حاجة هنتكلم عنه هو نهر النيل. نهر النيل اللي صار قدامنا ده مهم ليه? نهر النيل مهم من زمان قوي. ده ليه ده? حرفة الزراعة الزراعة اللي احنا الاكل اللي بنزراعه ده عشان ناكله. الزراعة دي اساسا احنا تعلمناها بسبب نهر النيل. فنهر النيل ساعدنا في معرفة حرفة الزراعة. هو ساعدنا عشان نعرف الزراعة. طب دي قوي حاجة مهمة نهر النيل. تاني حاجة مهمة النهر النيل ايه هي? دلوقتي سيبك من طرق التجارة بقوا الكلام ده كله. لو الكاهرة عايز تبقى تحجل السودان. هتبعت عن طريق النيل السويس? اكيد لا. عن طريق البحر المتوسط? اكيد لا. ما هي ممكن تنمشي في نهر النيل توصل للسودان صح? اه صدق. لو الكاهرة عايز تبعت حاجة للسودان هتبعت عن طريق نهر النيل. ساعد التجارة من شمال مصر الى جنوب مصر وباقي قارة افريقيا. اه فعند فنهر النيل مهم. النيل مهم ليه? لان اول حاجة ساعد على قيام حرفة الزراعة. ورقم اتنين ساعدة في التجارة بين شمال مصر الى جنوب مصر والى وسط افريقيا. مراجعة سريع كده هو درس خلص على فكرة. مراجعة سريع كده عشان ما انطهش من بعض. موقع مصر مهمة ليه? قلب العالم القديم. قلب الوطن العربي. الملطقة اسيا وافريقيا. طيب تمام يدينا زي الفل. ناس كتير كلامة على اهميته. خاصة لعلم جمال حمدان. طيب طريق التجارة القديم. كان بيبقى معبر عن ايه? من اسيا للبحر الاحمر. البحر الاحمر لمنطقة السويس. منطقة السويس للارض. من الارض للنهر النيل. والنهر النيل للبحر المتوسط. بعد كده قررت اوروبا. طيب ده كان اسهل منطر اسمه رأس رجاء الصالح. بس برده كانوا صعبين. باش كده اللي عملنا القنصوصي القديمة سنة الف وتنمية وتسعة وستين. اللي حصل بقى? قللة الوقت. والجهد. ربطت البحر الاحمر بالبحر. المتوسط. واخر حاجة ربطت كارة اسيا بكارة اوروبا. وكاد حاجة جميل قوي. لكن المشكلة الدنيا بيتزحمة فيها. عملنا ايه بعد كده? عملنا القنصوصي الجديدة. دي عملت ايه? قللة الوقت. من عشرين ساعة لحضاشر ساعة. بيتعدى سفن كبيرة الحجم. بيتعدى سفن فيه الاتجاه. اخر حاجة مهر النيل مهمة ليه? لانه اول حاجة ساعدة في الحضارة بباعتنا وحرفة الزراعة. ورقم اتنين ساعد في التجارة من شمال مصر الى جنوب مصر ثم الى وسط افريق. شكرا متابعتك الفيديو لحد الاخر. ما ننساش تلعبنا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس عشو صلوك كل جديد. والواجه في ديسكريبشن اعملو. ما نتوفيك الا بالله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.